نحضر طاكوس والعجين والسلطة سلطة المقارونية والعاصير نحضر طاكوس 500 جرام طحين أبيض 5 كيسان لدي أربع ملاعق كبيرة ديال زيت النباتي ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من خميرات الحلويات حليب عادي لجمع العجين ماشي دافي ممكن تعوضوه بالماء وضيفو ملعقة كبيرة من الحليب المجفف بالزاف اللي كتقولو مكنش الحليب عجنتو معاكم بالحليب كنعجين بالطريقة العادية كتكون عجينة اللي متماسكة ماشي رطبة ماشي خفيفة بالزاف ضروري ما نجمعها وغندلك هدالك خفيف حتى كتنسجم جميع عناصر العجين كنحصل هاد القوام كما كتلاحظو ننزلها في سطح العمل ممكن تعجنوها بالعجانة بطبيعة الحال كنديها وكنجيبها مزيان كتكون واحد العجينة اللي بهاد شكلها دارطبة ضروري هنا نغطيها في المرحلة الأولى ونخليها كترتاح مدة ديال عشرين حتى الثلاثين دقيقة من بعد كنقسمها الكويرات كما رحتو كتزيد كترتها بدكش علاش ما ترخفوهاش من الأول قدي نقسمها الكويرات ممكن هاد الكويرات يعطيكم اتناعشر قطعة ممكن اقل حسب الحجم اللي درشو انتوما انا هادو 11 قطعة ضروري ما تغطيوهم باش ما كينشفوش اما ببلاستيك غدائي اما ترشوهم بطحين اما بواحد المينديل هنا غنطرق معاكم طريقة ساهلة لتحضير ديالو كناخد جوش كويرات الكويرات 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 الليولة كنبسطها بالاستعانة بشوية ديال طحين انشا كنخلط طحين فورس انشا كنبسطها هكا شوية وكذلك الكويرات الثانية يحتاج غدي نبسطها بنفس الشكل من بعد غدي نرش شوية ديال طحين وانشا ممكن نديرو غير الفورس بطبيعة الحال ماشي ضروري انشا غير انشا كتساعد ان هوم كيلسقوش كويرات مع بعض وغدي نبسط جوج في مرة واحدة بدل من ندير كل وحدة بوحدها كنديرهم بجوج ونعطيهم هكا الشكل يكون دائري وخما يكونش دائري رأت ناء تشكيل ديالو مكاسبقا كتبان حتى حاجة لاحظوا كل مرة قلبوا انهم يكونوا ما ملاسقينش لاحظوا انهم بدوا كيسقوا مع بعضهم زيدوا رشو الطحين او طحين وانشا كنزيد كنرققها كام زيان ونتأكد انهم ما لاسقينش لاحظوا كنحاول ان يحلهم باش نتأكد هاد العملية سهلة وسريعة كنحصلوا على عجين بهذا الشكل هذا لاحظوا رها رقيقة رقوج ناب والواسط مش خليوش غليد مباشرة كنكون وضعها ميقلاز كنسخنها على نار متوسطة ما الافضل خليونا ميقلاز ديالكم مشاعلة تكون نار مهيلة غير كتبدو طيبوهم كتديرو نار متوسطة يعني ماشي في كل مرات تفاي وتشعلو او ورقوهم كاملين بها الطريقة بعد كتبدو طيبو وكان طيبو كان بقى كان قلب على الجهتين بجوج ماشي نحطها ونخليها باش ما كيقصحش نهائيا كتحطوها تقلبوها غتبدا تباليكم الفقاعات هادي اللي ولا لاحظتو نازل ما سخونش قاع الميقلاز وبدأت في هديك الفقاعات يعني كتحطوها غير كتشد راسة شوية كتقلبوها الجهلة اخرى باش كتساعدو انها سبقا طريا وفي نفس وقت صراها كالطيب يعني ما كتبقاش خضره ماشي نحطها ونخليها نشي نقضي حاجة اخرى لا خسنين نكمل الطيب ديالها نقلبها ونشي قلبها مزيان حتى كتاخد واحد لون ديها بيخفيف وفي نفس وقت كتبقا طريا وارطبا والسير الثاني يعني مباشرة من كتحيدها من الميقلاز كنكون موجدة واحد المينديل مع قطعة ديال البلاستيك وكنوضعهم باش ما كيب ارتابو مايبقاوش قاسحين كيما لحتوانا دي را قطعة هات البلاستيك ومينديل كنحيدهم كنحطا وكنغطيها اللي حيتها كنغطيها الوقت لها دي نجي نكمل كنلقاهم بنفس القياس را ممكن نديروها الطريقة وتحتافظو بي في المجمد وقت اللي بغيتو كتستعملوه نمرو الحوشوة عندي هنا يا خمسمائة جرام ديال الكفتاء عندي الكامون تحميرا سكنجبير فصل ديال التوم والملحة ووحد البصلاء محكوكا غادي نحكا ونضيفها والقليل من زيد السيتون عندي هنا صادر الدجاج مقطع فيه سكنجبير الملحة اللي بزار التومة وفصل ديال التوم وعصير الحامل غا نرقضهم شوية ونطيبهم كل حاجة بوحدها عندي هنا ثلاثة البطاطات كبار سلقتهم نصف القابطة بطبيعة الحال قشرتها وقطعتها بشكل طولي وكن نسمها بالتحميرا والهريسة والملحة وزيد الزيتون ممكن نديرو البطاطة في ريش انا كنديرها دي في الطاكوس من نهار شاركت معاكم في القناة هدية اللي كندير ومعتمدة عندي السلسل اللي غا نديرها فيها بصلاق مقطع شرائح فصين ديال التوم حبة ديال الماطيشة اللي مقشرة محيدة اللي يزريها في الفلاح مرة حتى هي مقطعة وملعقة كبيرة ديال الزبدة وملح والي بزار كنطيبهم حتى كيطيبو تماما من بعد كنضيف لهم قطعتين ديال الجبن او ملعقتين ديال الجبن طاري او ملعقة ديال المايونيز ونطحن كل شي مزيان هالسلسل هندي واجدة ممكن تعودوها بأي صوص نصو ما كتفضلوها سلسل جزائرية او اي صوص حارة او تخلطو غير مايونيزو كيتشوب والحار هاد سلسل جربوها غتي تعجبكم بزر انها الديدة كدي ممتازة مدقها رائع جدا كندير صلصة في الوسط يعني متوصلوش للجوانب ديال الطاكوس وكندير الكفتا بعد ما طايتكم تاوب اللي يضفتليها طيبتها وكذلك صدر التجاج هو القاعدة كتكون مثلا عندرنا 400 جرام ديال الكفتا او 500 كنديرو نفسها الدجاج انا قديت بدك شي اللي عندي هادا تاكوس ميكس كيجيل مداق ديالو رائع جدا كيما لاحطو درت الصلصة درت الكفتا قطاع الدجاج البطاطا الفروماج محكوك هاد المربع ممكن ديروه جبن شيدر هو اللي كيتوات معه هو اللي كيجبني هادا ديال موزاريل كنقضي بالاشياء اللي عندي ما عوديش نعقد الامور ومشي ناخد واحد الحاجة اللي كنقضيو بيه الغرض وكنحصلوه على نتيجة اللي يزوينا بزاف بطبيعة الحال سطح العمل راه نقي عندي كيما لاحطو كنحط شريحة ديال العجين وكننوضع الصلصة الكفتا والدجاج ممكن ديروه صلصة ديال الجوبن اللي كتكون فالكريمة والجوبن هادي مشي كلشي كيتووفره لذا كشي نقضيو غير بالاشياء اللي عندينا وكيما دكارش كنحصلوه على واحد النتيجة اللي يزوينا العمارة راه واضحة كنصد بهالطريقة هادي كنطوي الطرف هاي وكندير بحل شي كادو هاكا وكنصدو كجنيباس را ما كيتحلوش نهائيا حتى غادي نكمل وكيتكون عندي الالة ديال البانيني اللي ما عندوش يدير غيش شوية في الفران كنبريسي هاكا معلج جهتين وكنقدمو را كيجي لديد 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 بزاف مداقو رائع جدا لاحظو البطاطا كنجي معتبرة ماشي ضروري نديرو بتاطا فريت الحوش واكا جي مميزة هدا تاكوس ميكس يعني عليه طلب بزاف وكيكون هو المطلوب شوفو ما شاء الله كيجي عامر وكيجي هو هداك ان شاء الله جربوه باني له ممتاز ونمرو باش نحضرو السلاطة عندي المقارون يا اين ما كتفضلو مسلوقها في الملحة ولي بزار وشوية تزيد سبيتها ودي ما كبع لها الماء باش ما تبقاش كتطيب هداك الحرارة عندي خيز هو محكوكا عندي بيضة مسلوقا عندي الخيار مخلل اللي هو الكورنيشو عندي علبة ديال طون نسمتها بالملحة اللي بزار زيت الزيتون والخل وكنخلط كل شي مزيان هنا ممكن نطيفو دورة معلبة ممكن نطيفو اشياء انتو ما كتفضلوها حسب المتوفر هندكم طبيعة الحال بزاف تعليقات البولية سلطة ديال المقارونية كتزيدو هنا كتنسموها بصالصة المايونيز محضرة في البيض او الجاهزة حسب المتوفر عندكم ممكن ديرو غير صالصة ديال الياغورت اللي كتنسموها بالملحة ولي بزارو شوية ديال الزيت او شوية الخل وكتقدم مباشرة بطبيعة الحال ما تحضروها حتى الاخر الحدا او ممكن تحضروها في واحد دقائق اللي تكون قليلة كنوضع المقارونية في الصحن ديال التقديم ممكن تفرشو لي الخص بطبيعة الحال او تقطعو معه الخص وغادي نزينو هنا بالبيض مسلوك ديال البيضات مسلوكين وكنقطعو بهاد الشكل هادا كنتعونا احد المنظر زوين لطبق ديالنا ممكن ترشو شوية ديال المعدنوس من الفوق ممكن نديرو حتى هكا تزينو بشوية ديال الفروماج مربعات تقطعوه يعني قسرحات كتيرة ممكن تديروها نوريكم هنا باش غا نقطع هاد البيضات الصورة مقربة كنديرها هكا نقطع بهاد الشكل هادا كنمشي بشكل مائل حتى كنكمل الدورة كاملة وراها كتتحلم هنا بكل سهولة كنجي المنظر ديال هزوين وكتعطي جمالية للطبق اشياء بسيطان قدروا نحضروها والله هما بلغنا رمضان لفاقدينا ولا مفقودين وتقبل منا يا بسيام والقيام هدا هو المهم ونمرو باش نحضرو العاصير عندي هنا ثلاث حبة ديال الجزر اللي وخيزو مسلوك بالماء وكنخلي الماء ديالو حتى كيبرد حبة ديال المونج عندي عاصير برتقال طبيعي كنضيف لي الماء غدي نحلي بالعسل وجوج حبات ديال الموز كنوضعهم في الخلاط الكهربائي جوج ديال البانانات عاصير اللي طبيعي 100% مو نعيش زوين بزاف مشي ضروري ديرو نفس المكونات كين في الفيديوهات السابقة اقتراحات اخرى يعني كنمشيوا بالاشياء اللي متوفرة عندنا كين مثلا الباربة والفريز ممكن ديرو اي عاصير بحل غير ديال تفاحة وليمونة وحامضة كيجي هدك كاقاعدة كيجي زوين بزاف كتضيفوا لي دك شي اللي بغيتو اضيفوا الموز اه لفوكا اللي بغيتو احنا بعد ما كنضيف العاصير ديال البرتقال كنخلط مع الماء كنتحن كنشي مزيان كيجينو حل العاصير اللي خاسر وزوين بحل الجزار كيتواتة مع المانج لانهم نفس اللون دي ما تكون عندكم حل قاعدة ان الفاكهة او الخضراء اللي غاليتستعملو بحل باربة كبشي مع الفريز يعني كيكونو من نفس اللون وكنقدموه بصحة وراحة بطبيعة الحال تحضروه حتى هو في اخر لحظة كتكون الاشياء كلها واجدها بحل العاصير بحل الجزار يكون مسلوق ويكون بارد وبصحة او راحة